لفت شاورما تتسبب بهجوم مسلح من قبل زبون جاع على احدى المطاعم ببغداد الزبون الجاع فتح النار على المطعم بعد تأخر طلبه لندقائق وحصيلة الهجوم مقتل عامل اللبناني واصابة اخر سوري بحسب قول صاحب المطعم يعني هي مصاجية ما تشوى ترى يعني حق الصاجية الفين دينار يعني وتأخر طلبه ما بيه قلت لك عشر دقائق قربع ساعة ظل يصيح يهوس وقال راح اروحاني هددهم قالهم اليوم عزكم اليوم مدرشونه من الحجار خلوا راح ورا شوية رجع كهم يرمع عليهم وقع او اثنين واحد توفى الله يرحمه والثاني اللي توفى لبناني والثاني الصواب هو هذا سوري اللي صاحب الكاشير قلت لك عليه العمال السوريون والعراقيون في المطعم تركوا العمل فيه خوفا على حياتهم يتساءلون عن دور القوات الامنية ويناشدون بالقاء القبض على المتهم وانزال اقصى العقوبات بحقه العامل اللبناني محمود قدم الى العراق قبل شهرين تقريبا بعد ان كان يعيش في سوريا هرب من موت الارهاب فمات بالسلاح المنفلت سلاح يواصل حصد ارواح الابرياء دون السيطرة عليه رغم كثرة الحملات لحصر السلاح بيد الدولة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير